السلام عليكم هاشم اليوم عندنا مقارنة وتجربة بين جهاز البوكو اكس 6 برو والبوكو اف 6 برو طبعا الجهازين ممتازين فالجهازين طبعا عداهم جدا عالي وايضا بهم ايجابيات وسلبيات في اليوم التجربة في الالعاب وايضا في الاستخدام اليوم فمن حيث التصميم عندك مصر البوكو اف 6 برو رح يكون اكثر ناقة وافضل في التصنيع من ظهر الزجاجي واطاره من الاليوم فتصميم الاكس 6 هو رح يكون من البلاستيك وظهره من جد النبات الطبيعي حسب النسخة رح تاخدها فياكيد تحس البوكو اف 6 هو افضل كونه مصنوع من الزجاج فالتصميمين متقاربين بين الجهازين من حيث الشكل لكن يختلف في مواد التصنيع فتصميم الجهازين ممتازين عندك هنا اطار الكاميرات رح يكون بشكل مستطيل ايضا رح يكون من الزجاج ومنحني على الجهازين اما عن التصميم الشكل الخارجي فما باي مشكلة رح تبقى عندك فقط مسألة متالة تصنيع رح تكون بالبوكو اف 6 برو هي افضل اما عن جودة الشاشة فالجهازين عنهم شاشة من نوع الامولد وايضا عندك هنا الشاشة سطوحة جدا عالي لكن رح اصير بيها بعض المشاكل لان شاوموا ما جيتحل هذه المشاكل في هذه الفئات لان اولا عندك اختلاف الالوان اختلاف ايضا عندك في توزيع اضاءات البكسل عندك هنا الجهاز ما رح يطيك اللون ابيض حقيقي ولا رح يطيك اللون اخضر حقيقي ولا لون ازرق يعني الوان الار جي بي وبالان الاجهزة جدا سيئات ما رح يطيك اللون حقيقي ابد لو يقل لك هذا الجهاز يدعم اجديار عشرة ثلاثة بالعصات فالجهاز رح تبقى هذي مشكلته اما عن الدقة فشبابك اللي الفستة برو رح يكون اوضح واعلى في الانوان وموصفات الشاشتين عندك هنا البوكو اف ستة عليا شاشة من نوع الامولد بذقة الدبلي كوات اجدي بلس صدوع عالي حتى اربعة الاف شمعة تباين حاد مع عرض بجودة اجدي ار بلس ومعدد تحديث مية وعشرين والبوكو اف ستة برو شاشته ايضا من نوع الامولد بدقة واحد ونسكي مع معدد تحديث مية وعشرين وجودة عرض اوضح عندك هنا الدقة والتباين والالوان رح تكون ببوكو اف ستة برو هي الافضل مع ذلك عندك لك ستة دعم الوان اثمانية وستين مليار لون والسطوع حتى الف وثمانمية شمعة فالجهازين اداهم عالي وسلاسة عالية في الاستخدام وايضا دكنان الشاشات ديناميكية تتكيف مع العرض وحسب المحتوى اللي موجود فاستعواذ الشاشة على البوكو اف ستة رح يكون اعلى بنسبة تسعين بوينت واحد فمجال الرؤية اوسع مثل ما قلت لكم يعني هذن فقط مشاكل الشاشتين في هذه الشركة اما عن الاداء فاكيد البوكو اف ستة برو افضل اكيد اللي ينعليه معالج من كولكم والسناب دراجون ثمانية جين تو وصناب تقنية الاربعة نانومتر معالج اداء جدا عالي فراح يطيك تجربة ممتازة في الاستخدام الاحتياذي وايضا في الالعاب فاكيد رح يكون اكو فارق ان ينعدك جهاز الاف ستة كورو يعني اداء جدا عالي عندك 390 نقطة فارق النواة الوحدة بسنكل كور وفي الملتي كور رح يكون 124 هذا الفارق بين اداء معالج السناب دراجون وايضا معالج الديمنسيتي فكورة من حيث الاداء جدا عالي فهذا الجهاز رح يقدم لك سلاسة في الالعاب وشغلك 120 فرايم ولك الستة رح يطيك تسعين فرايم وفي بعض الالعاب مية وعشرين فرايم ففي لعبة وبجنبايل اكيد لك الستة شغلك فقط تسعين فرايم طبعا سيكون حسب دعم الشركة واكيد طبعا لك الستة ما رح يشغلك تسعين فرايم رح يكون عالي صرف الشحن اقل واكيد الحرارة رح تكون طبيعية ما به اي مشكلة اما لبستة يشغلك اللعب على مية وعشرين او تسعين فرايم فهو يصرف للشحن ويكيد عندك حرارة رح ترتفع ما نفسه لك الستة طبعا هذا حسب استخدامي للجهازيان مع ذلك دعم نظام التزاز ثلاثة الابعاد على الجهازيان ومعدل اللمس في البوكوك الستة رح يكون هو الفين امية وستين هيرتزو ايضا بدقة ستعاش اما عندك الجهازيان فما بيهم اي مشكلة من حيث الاداء فبعد ما خلصنا من اداء جهازيان هنصروا على موصفات الكاميرات فشباب جهازيان عليهم الكاميرات لكن كاميرات البوكو اف ستة برو رح تكون هي الافضل وما اكو اي مقارنة بين جهاز الاكي ستة برو لانا الاف ستة برو كاميرات رح تكون افضل علي حساسات من سوني كاميرته خمسين ميجابيكسل فتعة عدسة واسعة الجهاز يصور لك ثمانية كي وايضا الجهاز علي كاميرات جدا ممتازات ما بين اي مشكلة فالاكس الاف ستة برو كاميرات جدا سيئات يعني ما حاجة اقارن الجهاز وانت صور عن هذه التجربة فارقام الكاميرات فمثل ما تشوفون اكيد الاف ستة برو رح يكون هو الافضل عما من حيث البطارية يا شباب بطارة جهازيان رح تكون خمسة الاف ملي امبير الاكي ستة برو يشحن سبعة وستين واط الاف ستة برو يشحن مية وعشرين واط فاكيد من حيث عمر البطارية رح يكون الاكي ستة برو افضل انه الاف ستة برو انا عند الجهاز يصرف شهنه law فشباب من حيث الاستخدام الاعتيادي وفي الألعاب الكي ستة برو من هذا يحسب تجربة الله قدر المستطاع الجهاز حماوته قليلة صرفه للشحن جدا قليل أما عند الفستة بروف هذا الجهاز يعني يحمي ويصرف شحنه هواي أنا حسب تجربتي لهذا الجهاز بأنه يصرف شحن فطبعا بعد معروفه من حسب كل واحد واستخدامه للجهاز فإلى هنوصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله استفدتم من هذه التجربة وعجبتكم باتسنوب لكم اشترك كان معكم هاشم إلقاء في التجربات أخرى شكرا